السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة عالم فاديا بيانوني سور مع شانه الموند دو فاديا اليوم سوف نحضر لكم البستيلا 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 لدينا أجهزة المجدد المقابر البشمال أجهزة مقابر مقابر المقابر موسيقى الملح والبزار الملح والبزار الملح والبزار ملح والبزار الملح والبزار الملح والبزار نضيف المقلة زيت الزيت العلوي من جيدة و الماء لديه ملانج زيت البلدية و زيت الرومية اضيفتها في مقلت و تهتم الرباح بمساطق بشكل توقف و تقسمها على جوج نضيف الكفتة والدجاج 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 لنضيف الكفتة والدجاج نضيف الكفتة والدجاج توابيل ما كنديرش صافي القصبر كتديرو شوية القصبر مع النوس ولا هكا باش كتتتنسمو من بعد مزدهم صافي غادي نخلط كل شي وغادي نخليها كطيب ما كنسدو عليها ما كنزيدو ما كننغلقوهاش يعني بوحد أنا كنخليها غير هكا كتتقلة كي مشتودة بعد زيت شوية الملح اللي أنا كدرت شوية غادي باش قليت المصلة صافي غادي نحركها ونخليهم هكا كي طيبو حتى كتباليان شفيت من الماء ما خصاش تكون كما نقولو احنا طالق المادي لها خاصة تكون نشفة من بعد ما طابت كما اشتود براه الجاج ديالي طاب ولكف تحت هي طابت دابا غادي نزيد المرحلة اللي طاب ديال البشاميل البشاميل انتو ما وش نبغيتو بغيتو هيكون كتير ولا يكون قليل وولا كان كتير مزيان باش غادي ييددمها وما غاديش تكون نشفة سوية جينيرو والنفو ديال البشاميل الميهو دو متر انا هنا بالنسبة للجاجراني درت كيميا كافية كونتيتي مزيانة ولكن بالنسبة لكفتك درت شوية قليل تقدروا تزيدو هذا كشي كي بقى ختياري أفوت خوشوها بخي كمشتو انا دابا صفي انقاست عليها العافية ودرت البشاميل وعود ثاني غادي نزيد كمشتو هكا في الكفتة ايجو ميلانشتو كمشتو هكا في الكفتة ثاني غادي نزيد كمشتو هكا في الكفتة سوف نجعله شوية يكون دافي أو بارد لكي نعمره البستيلة لا تريد أن تكون سخونة كما راكم عارفين الحوشوة تكون باردة أو دافية لكي لا تقطع الورقة البستيلة خلاص في فوق السنين بلاء يدهنوا بالفران كتبتو بالزبدة ومن بعد سوف نطلب طريقة كمشتو هكا او او المبتديئات او اللي عمرهم انا كنحاول نطلب طريقة شرح مبسطة كيف تفهمو درت الورقة في الأول ونطلب كمشتو اربعة هكا كدف حلشكل تعال وردة يعني كم انفلغ درت واحدة ورقة الوسط وزدت عليها ربعة هكا في الجناب كمشتو سغل كوتي غيباش ما تخرش لنا ومن بعد درت شوية دير الزبدة على الورقة وغادي ندير بغيتو تبدو بالكفتة بدو بغيتو تبدو بالدجاج بدو كما بغيتو هدك اختيار ديالكم سافوت خوشوة دون كتحطو في اللول الكفتة وكتتوزعوها يعني كتسرحوها على الصغل كوتي ودباختو ومن بعد غدي نزيد عليها انا غدي نزيد عليها الفرماج مبشور يعني الفرماج محكوك فرماج غابي وتقدو تستعملو اي نوع من الفرماج الفرماج مبشور وكتعتو دوائر ودرتو فوق منها ولكن اليوم كان عندي موجود غير الفرماج غابي بالنسبة الكمية او كمتيتة الفرماج غابي تحتوي على حسب لو شوى اختياري هذا الشي من بعد نزيد الطبقة الثانية التي هي الدجاج طبقة الأولى كفتة من بعد سوف تسرحوها كاملة فوق الطبقة الكفتة ومن بعد نزيد عليها الفرماج من الفوق لتجي معلكة وكتجي زوينة يعني بني كتبغد تتاكلو كتجي بدو ذاك الفرماج من الوسط كتجي بنينة بزاف يعني واحد طريقة اللي هي مختلفة جو سيبا يا ابوكو بتدخلي ما كيعرفوش هالطريقة دير هات البسطيلة كتجي زوينة وسهلة يعني في عوض ما تديروهم بريوات وكل واحد ديال وبوحدو هادي مني كتبغو تربحوا الوقت بوغاني بلوس دو طن كتديروها كبيرة وكتقطعهم دي مخصوم افكين بوتيت سالة دولة وها هو العشاة والعشيوة والأغذيوة موجودة من بعد هانتم ما شتوزت الفرماج غابي وكما قلت لكم كتديروها مل أحسن لكان عندكم موت زغلة ديرو الموت زغلة هادو كل الورقات راكم شتو بعينيكم انا جمعتهم ومن بعد غادي ندير شوية ديال السبدة في الجناب هاكا سوغلو توق تاع الورقة تاع البسطلة ديالي ومن بعد غادي تتوفوا لانا مل أحسن غادي تستعملوا لصفر ديال البيض يعني جوندوف اول حاجة كمشتوه هاكا ولكن غادي نحتاج ضروري صفر ديال البيض كندير عليه غير قطارات ديال الخل كالكو جود ديال فيناغ باش يحيد يهرس ديال الريحة ديال البيض صافي كندرب ومن بعد غادي ناخد كمشتو هاكا واحد الشيطة وغادي ندوز هاكا في الجناب باش الورقة كتبقى يعني فغيمون بيان مصدودة مزيان لانا الصفر ديال البيض كيصد لنا صافي غادي تدورو هاكا في الجناب مزيان باش تصدو عليها هذه الورقة اللي درتها انا من الفوق فالو من بعد كتزيدو هاكا الربعة ديال الورقات فحال يدرنا التحت كنعودو نفس المرحلة الفوق كتديرو هاكا هاكا صغل كوتي وكتبدو هاكا كتخشيوهم من يعني من الفوق وكتما كتخشيو فيهم الداخل كما كندير انا نفس يعني غير في الفيديو راه كيوري كل شي ما محتاجاش يعني نقول لكم كيفاش يعني راه غيس صورة كتوضح كل شي كتاخدو هاكا الورقات اللي هاكا من الفوق وكتبقو تخشيو فيهم هاكا فالجنب انا هاكا طريقة اللي تعلمت لها مني كنت صغيرة هي اللي بقيت كندير الناس بزاف كي يستعملوا يعني طرق جديدة وبزاف تدخلي فاصن افاق زعمال بسطلة ميانا البسطلة ديالي يعني تقليدية هاكا طريقة اللي كندير دائما شفت كين خويات فالجنب كنقدر نزيد ورقة اخرى صغير كوتي ولا من بعد راكي ولي عندكم هذيك الخبرة لكسبرينس صافي ما كتبقوش تخافوا من البسطلة كتجيكم ساهلا مني كتبداوا تطويوا فيها انا هنا راكا ندير غير بشوية باش نوريكم من بعد كنا راجعوا تاني ندهنوا شوية دير الزبدة وكي ماشتوا انا استعملت الورقة دير البسطلة لي فوي دو بريك ولكن راكا ممكن نس كيستعملوا لاباتفيلو حتى هي كتجيبها على البسطلة زوينة من بعد كنزيدوا هذيك من الفوق باش كنتبتو في الاخر وكتخزي اللي نحتة لي ديفو العيوب كما نقولوا وكتبقوها هكا بيدكم كتخشي ولا بنت لكم شي بلاسة يعني ديفو غمي ما بقداش مزيان كتبداوا تقدو فيها وفي حالي كتقرسوا باش هذيك الحشوة احتها هي كتاخد هذيك لعفو غم ديال البلا اللي غا يدخل الفران كتدهنو هكا بشوية دير الزبدة عو تاني دايبة من الفوق باش تعطي داك اللون دوغي فالفران دابا من بعد بما وجدتوها كنتو غادي تخشيوها فالفران ديغيكتمو كتكون مشاعلي الفران كيسخن وكتخشيوها الطيب كنتو باغين عندكم الواقت وباغين توجدوها الافونس حتى يقرب الحال وعاد طيبو الطيبوة فالفران باش تاكلها سخونة اغلفوها بالفيلم بلاستيك غدائي وخلي واحدة كيقرب الحال تبغو الطيبوة وخشيوها فالفران انا دابا وجدتها صافي غادي نكون شاعلي الفران هنا سخون وغادي نوريها لكم في الفران كالطيب غادي نشوفوا اللون ديالها كيكون ضوغي حلاكة دهبي حتى كتباليكم طابت من تحت ومن الفوق صافي ومن بعد غادي تجبدوها وغادي تشوفوا يعني هيا من بعد ما طابت وجبتها من الفران كتكون باقا شوية يعني باقا سخونة غادي ناخد واحد البلا كما اشتو هكا وكنقلبها والاخر اللي موجده سوغ الكوتي غادي نعاود نقلبها لوتر كوتي باش كتجيني يعني هنا غادي نهبطها ومن بعد غادي نرجع تاني كنقلبها ومن بعد كتزوق وكم ماشتو هكا بالفرماج غابي ومن بعد كتزين يعني للديكوغاسيون سيعفو تخوشوا كتديرو اللي بغيتو اللي بغا خطركم انا ارتغل فرماج غابي من حت دبق سخونة هاداك الفرماج را غادي يدوب عليها وغادي يجيش بشكل ديال هزوين وحتى الماداق وراها كتكون مقرملة يعني تخوشتينت كمما سمعتو وراها فريمان خوشتينت كنتمنى ان شاء الله هاتلاغوسات هادي تعجبكم ولي عجبتكم كم العادة ما تنسوش تديرو لايك بارتاجي ادفو سابوني وحاولو تبارتاجيو مع احبابكم والناس اللي كتعرفو باش هاتلاغوسات قاع الناس يعرفوها حيات كلي كيعرف هاتل بسطيله وكما قلت لكم راها تقدروا تعوضوا الفرماج غابي بالفرماج مودزاغيلا ولا اي نوع من الفرماج كاش بغيو انا غادي نقطعها لكم من الداخل وغادي تشوفو شكل ديالها كيفاش كيجي راح كيجي يبنين بزاف انا هنا قطعت انجوم مخصو قطعت واحد طرف كبير اش فيغالي غامتي بود لابورتي بس كما درتش به هدي كلي كنهزو بها وغادي نوريكم شكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل يعني راها كتبين طبقه هكا وطبقه هكا ذاك البشاميل والفخوماج كيجي دايب وسايح في الداخل كتجي بنينة 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 بزاف فريمون سي تخي 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 بون حاولوا تجربوها ان شاء الله وتردو عليها في الكومنتر وكمل عادة كما قلت لكم إلي عجبكم هات الفيديو ما تنسوش يعني تديروا لايك وطبقه تعجيوا مع الناس اللي كتعرفوا وبصحة وراحة وإلى غسط جديدة ان شاء الله شكرا 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 شكرا